شكرا مننا التسعب بتوقيت القهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن تأثر الحالي لقطاع الطاقة عالميا رسخ رؤية الاستراتيجية الثاقبة بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط منذ سنوات وخلال استقبله رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزرين لمنتدى غاز شرق المتوسط أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود المشاركين في دفع أنشطة المنتدى خلال السنوات الثلاثة الماضية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي أكد قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلات القادمة لحل أزمة الطاقة العالمية أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بلقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين في إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد رئيس السيسي على عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا وأهمها الأمن الغذائي والطاقة والمناخ تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي وذلك في إطار العلاقات المتميزة والروابط الواثيقة بين البلدين كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث تم التوافق على استمرار دفع وتعزيز أليات التشور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا ولمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح وذلك للإطمئنان على صحته متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ومن جانبه عبر سمو الشيخ مشعل الصباح عن خالص امتنانه لرئيس السيسي على هذه اللفتة الأخوية الكريمة أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن قوات التحالف نجحت في اعتقال قائد كبير في تنظيم الدعش الإرهابي خلال عملية في سوريا وذكرت وكالة رويترز أن التحالف الدولي نفذ في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في منطقة بشمال سوريا خاضع لقوات المعارضة وقمت بعملية اعتقال المسؤول الإرهابي في أول عملية من هذا النوع في المنطقة وأوضح التحالف أن الشخص المعتقل هو صنع قنابل محترف ويعد أحد كبار قادة التنظيم الإرهابي في سوريا أعلنت كوريا الشمالية عن تفشي وباء معاوي غير محدد ما قد يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية الذي يعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم كيم جونغ أون أرسل أدوية إلى مدينة هاجو الساحلية في غرب البلاد لمساعدة المرضى الذين يعانون من الوباء المعوية الحاد بأسرع ما يمكن واشدد كيم على ضرورة احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن نهاية منجزة التسعانة والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل